بالتجارب الطليعية في الفنون المعاصرة والنوعية وللتعريف بهذا الإبداع يأتي معرض أزميل لمجموعة من النحاتين العراقيين الذين تميزوا اليوم بهذا الحضور حقيقة هو محاولة تتسير المسافة مع الآخر تقريب وجهات النظر نقل المعارف الفنية بهذا الطريقة وأنا أشجع هذا الموضوع أنه دائما ننقل ثقافتنا للآخر ليطلع عليها ونرى ثقافة الآخر أيضا خصوصا بمعرض يقيم مجموعة من النحاتين العراقيين المحترفين والمحترمين حقيقة مستوى كل شيء أسعد وللتعبير عن الذوق العراقي والفن الأصيل في هذا البلد كانت هذه التعددية الفنية وتلك التقنيات المختلفة بين فن وآخر استخدمها الفنانون العراقيون وهذا النحط في عرض منخوتاتهم الفنية معرض برسالة وهي كيف نقدم النحط العراقي بطريقة صحيحة ومؤسرة ويكون قريبة للمتلقي يعني امتداد النحط العراقي من نحاط العراق الأول إلى أحفادهم اللي احنا وصلنا بهذه التجارب أنا شاركة بثلاثة أعمال كل فنان شاركabo بعملين أو قسم من الفنان يشاركو بثلاثة يأتي هذا المعرض الفني ضمن المشهد التشكيلي لدعم وتأصيل الفن الرصين في المجتمع العراقي لبرنا من الصباح الخير يا حراق من زيادة عبدو العراقية أربي